نيابة عن صاحب اسم الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر تفضل سمو شيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات بافتتاح النسخة الرابعة لجائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي 2015 والذي تستضيفه مملكة البحرين ممثلة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وبهذه المناسبة أدلى سمو شيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بتصريح قال فيه يطيب لي وأنا أرعى نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أهل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله افتتاح مؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرابع مرحبا بالأخوة المشاركين من الدول الشقيقة في بلدهم الثاني مملكة البحرين أن أنقل تحيات صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لأعمال المؤتمر بالتوفيق والنجاح لكل ما يخدم العمل الخليجي المشترك وأكد سموه أن انعقاد هذا المؤتمر في مملكة البحرين بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة لا يؤكد اهتمام وحرص هذه الدول على الوقوف على كل جديد ومبتكر في عالم تقنية المعلومات والاتصالات بما يتيحه من فرص تبادل الأفكار والخبرات بين المسؤولين وصناع القرار في هذا المجال والبناء على ما يتم التوصل إليه من نتائج وتوصيات تعزز الانطلاقة المشتركة لمواكبة التطور والتقدم الذي تشهده الدول المتقدمة والتسريع لعملية التحول الألكتروني والارتقائي بالخدمات المقدمة بأوضل الأساليب وأسرع الطرق التي توفر الوقت والجهد في إنجاز الأعمال وأضاف لقد عاملت حكومة مملكة البحرين منذ عام 2005 على تعزيز التحول الألكتروني واستطاعت من خلال هيئة المعلومات والحكومة الألكترونية تقديم الكثير من الخدمات للمواطنين والمقيمين ألكترونيا من خلال انتهاجها أفضل السبل والممارسات الدولية محققة بذلك إنجازات منها احتلال المركز الأول على مستوى الدول العربية والمركز الثامن عشر عالميا في جاهزية الحكومة الألكترونية كما صنفت ضمن الدول المتقدمة وذلك بشهادة العديد من الجهات والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال الحيوي والهام وقال سموه إن اعتماد دول مجلس التعاون الشقيقة لجائزة التمييز للحكومة الألكترونية على المستوى المحلي في كل دولة واعتمادها جائزة خليجية موحدة لا يؤكد رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وجعلها وحدة متكاملة الجهود لتحقيق التكامل وتقديم أفضل الخدمات المقدمة ألكترونيا فيما بين دول المجلس معربا عن شكره وتقديره لهيئة المعلومات والحكومة الألكترونية والقائمين على هذا المؤتمر ومتمنيا للمشاركين في أعماله التوفيق والنجاح وللعمل الخليجي المشترك التقدم في كافة مجالاته وفي كلمة ألقاها سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات رفع جزيل الشكر لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لرعايته هذا الحدث ودعمه وتوجيهاته الرشيدة لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في مملكة البحرين متقدما إليه بخالص التهاني لمنح سموه مؤخرا جائزة تكلوجيا المعلومات والاتصالات من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات وقال إن المجتمع الدولي بات ينظر اليوم لمملكة البحرين كواحدة من الدول المتقدمة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات فبفضل الدعم الحكومي لهذا القطاع ومتابعة اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو نائب رئيس مجلس الوزراء استطاعت البحرين اللحاق بهذا الركب وتقديم خدمات إلكترونية متطورة وذات كفاءة عالية انعكست على توجه المواطنين نحو الاستخدام الإلكتروني الأمر الذي نتج عنه ارتفاع في مؤشرات رضى المواطنين عن الخدمات العامة المقدمة لهم بعدها تفضل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات بتكريم الأعمال الفائزة في جائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي 2015 حيث فاز ضمن فئة أفضل موقع حكومي إلكتروني كل من مشروع موقع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات المقدم من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان وموقع وزارة الصحة لمملكة البحرين ومن دولة قطر مشروع سيف سبيس المقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعن فئة أفضل خدمة حكومية تكاملية للأفراد وقطاع الأعمال حصلت سلطنة عمان على الجائزة عن برنامج سند المقدم من صندوق الرفض وعن فئة أفضل خدمة حكومية مملكة البحرين عن مشروع خدمة وزارة شؤون شباب ورياضة وعن فئة أفضل خدمة حكومية فازت كل من خدمات شؤون شباب ورياضة المقدمة من وزارة شؤون شباب ورياضة بمملكة البحرين ومشروع السجل التجاري الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة من المملكة العربية السعودية ومشروع منصات الخدمة الذاتية المقدمة من النيابة العامة لدولة قطر وعن فئة أفضل خدمة حكومية للقطاع الحكومي فاز مشروع بياناتي للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية من دولة الإمارات العربية المتحدة ومشروع المنصة الوطنية للمدفوعات لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين وعن فئة أفضل خدمة حكومية لقطاع الأعمال فاز مشروع دبي التجارية المقدم من دبي التجارية بجمارك دبي ومشروع استثمر بسهولة لوزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان ومشروع نظام الترخيص التجارية لوزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين وعن فئة أفضل ممارسة في المشاركة المجتمعية فاز مشروع الهيئة العامة لحماية المستهلك المقدم من الهيئة العامة لحماية المستهلك بسلطنة عمان ومشروع المشاركة المجتمعية من وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة ومشروع ساهم في التشريع من مجلس الأمة بدولة الكويت أما في فئة أفضل تطبيق للأجهزة الذكية فقد فاز تطبيق درب المقدم من إدارة النقل بأبو ضبي وتطبيق متراش اثنان من الإدارة العامة لنظم المعلومات بدولة قطر وتطبيق وزارة الداخلية لدولة الكويت وتطبيق سفير من وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية وعن فئة أفضل مشروع إلكتروني مشترك فاز مشروع منافسات المقدم من وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية ومشروع محور الأفراد عن شرطة عمان السلطانية ومركز الإبداع للحكومة الذكية من هيئة تنظيم الاتصالات بدولة الإمارات وشبكة الكويت للمعلومات المقدمة من الجهاز المركزي للتكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت كما تفضل سمو بافتتاح المعرض المصاحب الذي تشارك فيه جميع دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة بثمان عشرة جهة حكومية لعرض تجاربهم ومشاريعهم في مجال الحكومة الإلكترونية في تخصصات متنوعة بحضور كبار المدعوين والزوار طرح المبادرات والاستشارات التطويرية للنهوض بمفهوم الحكومة الإلكترونية وإبرام العقود الطويلة مع الأفكار الإيجابية إلى جانب الاطلاع على تجارب الدول المتعلقة بتأسيس البيانات الضخمة وتحديث البيانات الذكية ما هي إلا غيض من فيض المواضيع التي نوى الإتيان على ذكرها مؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الرابعة اليوم أعتقد الكل يتبين لأننا فعلا حققنا الأهداف جميع الدول اليوم تعمل بأقصى جودها عشانا نتقدم أفضل خدمات لمواطنيها اليوم دول ما تستعاون تعتبر من أكثر دول تطورا في خدمات الحكومة الإلكترونية البحرين الحمد لله إحنا الأول عربيا وثمانتعش دوليا طبعا هذا ما يعني نحن نقف عند هذا الحد ولكن علينا أن التحدي أكبر نحن نفذل كثير من الجهود وننفذ الكثير من المشاريع والموجرات عشانا نحافظها على موقعنا ونكون أيضا في مكان متقدم نحن نشجع جميع المواطنين والمقيمين على استخدام هذه الخدمات اليوم الخدمات موجودة في الحاسب الآلي في التلفونات في الآيباد ولكن الأهم من ذلك أن يتم استخدامها وهذه لا يوجد شك أنه متى ما شجعنا المواطن وعرف فائداتها راح يزيد من إقبال عليها فإن شاء الله نطور بشكل مستمر وتعمل فائدة للجميع وضع الحوافز خطوة من شأنها الإطاحة بكيان الحواجز التي قد تقف في وجه نشوء الابتكارات لتصل نحو بلوغ الأهداف التي حددت ملامحها وجائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي ما هي إلا وصفة تشجيعية تنتشي من خلالها الأفكار لترجع بالفائدة المثلى نحو المواطن الخليجي الحافز الهدف ليس التنافس يعني أن الواحد يكون الأفضل التنافس للأفضل من أفضل الابتكار من جهزة تقديم خدمة أفضل حسب توجيه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون تقديم خدمة أفضل لمواطنية دول مجلس التعاون يركز على المبادرات الناجحة في دول مجلس التعاون حاولنا أن ننوع بحيث أن نأخذ تجربتين من كل دولة أفضل تجارب ناجحة لم يتم استعراضها في المؤتمرات السابقة بحيث يستفيدون منها جميع دول الخليج دافع هو خدمة المواطن وخدمات إلكترونية أن تقلل على الجمهور كثر ما تقدر أنه ما يروح إلى مراكز وزارة داخلية وهو في مكتبه وهو في بيته تقلل من الزحمة تقلل من الضغط على الموظفين وعلى الجمهور بأنك تعطيه خدمات إلكترونية وهو في مكانه ينجز جميع معاملاته منصة كبيرة على مستوى دول المجلس من أجل تعزيز وتكريم جهود المؤسسات الحكومية التي تعمل بجد من أجل إسعاد الناس من أجل أيضا توفير كثير من الخدمات الإلكترونية الحكومية بكل بساطة وسهولة وبالتالي يمكن تحقيق رفاهية للمجتمع والقائمين والقطاع التجارة نبارك لجميع الدول الخليج فوزها في هذه الجائزة فعلا تشريف لنا كذلك وجودنا في مملكة البحرين ونبارك لهم حصل التنظيم وحقيقة هذا الافتتاح الرائع للمؤتمر الحمد لله السلطنة حصلت على خمس جوائز في هذه الجائزة وهذا حقا يدل على كذلك أننا راحين في الطريق الصحيح لدينا خطة تحول الحكومة الإلكترونية اعتمدها مجلس الوزراء وجميع هذه المشاريع ضمن خطة تحول الحكومة الإلكترونية التي تبدأ حقيقة مباشرة في جميع المؤسسات الحكومية في فسحة العالم الإلكتروني تتجول عقول الخائضين فيها لتستكشف ما استجد من تطورات طالت جميع المنافذ المؤدية لتقديم الخدمات الحكومية كافة للمواطنين عبر تطبيقات السرعة التي لا تسمح لضيق الوقت ولا لبدل المزيد من الجهد أن يقفا في وجه ما يراد تأديته على الوجه الأجدى لتلفزيون البحرين محمد رشيدات